وسبل تطويرها والتقى الشهر الثاني رئيس بنك الواردات والصدرات الامريكية وبحث معه جملة من المواضيع الاقتصادية منها فرص توفير القروض لكبريات المشاريع الاقتصادية في العراق إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الاقتصادي وسبل تطويرها ومن جانب آخر قال الشهر الثاني بعد لقائه عددا من المختصين في مجال النفط والتاقة أن العراق وتركيا بينهما مبادلات تجارية ضخمة ومصالح اقتصادية وأن بعض التعليقات التي تأتي من أنقرة غير ملائمة وغير مرحبا بها من قبل العراقيين لأنه لا يحق لأحد التدخل في شأن العراقي الداخلي كما أكد الشهر الثاني على أن الخلاف بين الحكومة المركزية وأقليم كردستان القائم على النفط وشأن داخلي رقضا أي واسطة للتدخل في حله مشاهدين ومتابعة لهذا الموضوع تنظم إلينا مسؤولة مكتب الفيحة في الولايات المتحدة هيفاء الحسيني أهلا بك هيفاء معنا في هذه النشرة وهل لك أن تطلعين على لقاء الشهر الثاني بالبنوك الأمريكية وأهم ما جاء في هذا اللقاء تفضلي أهلا بك يا سيل وأهلا مشاهدي قناة الفيحة زيارة الوفد العراقي الكبير لأمريكا برئاسة أحسين الشهر الثاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة متحدثة المهام حيث تم عقد اجتماعات للجنة العراقية الأمريكية في مجال الطاقة وهي من اللجان الأساسية في برنامج الإطار التراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية ثم تم خلالها طرح موضوع الطاقة وسوقها العالمي والدور المتوقع الذي يلعبهم العراق في هذا السوق من خلال إنتاج النفط الخام وتم مراجعة خطط العراق الحالية في مجال زيادة الإنتاج ثم حتى الشهر الثاني المستثمرين على الاستثمار داخل العراق في مجالات الطاقة ومشاريعها المختلفة وتوفير الإمكانيات اللازمة في مجال الدعم في مختلف المجالات أيضا أسيل التقى الشهر الثاني نائب وزير الطاقة الأمريكي ومنسق شؤون الطاقة الدولي في وزارة الخارجية الأمريكية والسفير كارلوس في مقر وزارة الطاقة الأمريكية في واشنطن ومن أهم زيارة السيد الشهر الثاني أسيل هو أنه التقى السيد الشهر الثاني نائب رئيس الأمريكي جون بايدن وأكتد التقى أهم نهاي زيارة كان هو لقاءه بنائب رئيس الأمريكي جون بايدن وتم التطرق إلى ملفات عديدة ومنها العلاقة بين الحكومة وأقليم كردستان وموضوع النفط وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهر الثاني رفضه أي تدخل خارجي في حل الأزمة بين الحكومة المركزية وأقليم كردستان معتبر ذلك شأنا داخليا وذلك عقب لقاءه مثل ما تكلمت مع نائب رئيس جون بايدن نائب رئيس الأمريكي جون بايدن في واشنطن وهناك إحسام أمريكي ونية حسنة لتسهيل التواصل إلى استفاهمات مشتركة بين الأقليم وبغداد حيث أن تظهر النفط عبر أقليم كردستان ما زال متوقف وهناك نية لإرسال وفد أمريكي إلى بغداد لمناقشة هذه المسألة وكان اللقاء مع بايدن قد أخذ وقت طويل أسيل يعني كان مخطط الوقت لكن أخذ وقت طويل هذا اللقاء مع نائب الوزراء السيد الحسين الشهر الثاني أمريكا أيضا تؤكد في أكثر ومناسبة أن نجاح العراق هو نجاح لأمريكا وهي مستعدة إلى الوقوق إلى جانب العراق في كل خطوة من خطواته نحو الديمقراطية وتوفير إذن هيفاء لو سمحت لي إذا كنت تسمعيني الآن يعني بعد هذه الزيارة ما هو رد البنوك الأمريكية على الطلب العراقي لإقراضه للمشاريع والمساهمة في إعادة إعمار العراق أكيد أسهل كان استجابة كبيرة من البنوك الأمريكية وثم الاتفاق مع عدد كبير من البنوك الأمريكية لمساعدة العراق في هذا الموضوع أيضا هناك كان ترحيب كبير من قبل الجهات المستثمرة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون بجدية مع العراق في موضوع التمويل وموضوع التعاون ضمن الاتفاقية السيطاتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية نعم إذن مسؤولة مكتب الفيحة في الولايات المتحدة هيفاء الحسيني شكرا جزيلا لك مشاهدين وهذه عودة إلى ضيفنا من بغداد أستاذ العلم السياسية دكتور حميد فاضل أهلا بك دكتور معنا من جديد وكيف ترى دعوة الوبيع